مفيش راجل بتغير بعد الزواج مفيش راجل يقولك أنا هتجوز علشان فلان هبطل سجيل عشان فلان شوية وبعد الجوز انت ينهي هو جدا إلا إذا كان نبع التغيير من جوه مش عشان حد ده جاي من جوه التغيير هيتغير لكن واحد هيتغير بعد الجواز ده مصح ماشي فما حدش يتحك عليكي بالمقولة ديت وحرام يعني يا ناس يلي بتخدعوا البنات وتعملين تدوهم كلام ده مش حقيقة ليه نوهمهم بحاجة وتصدم ويرفعوا زقف التوقعات وبعدين يقعوا من ناطحة ساحات وبعدين تتصدم لا مش ملتزم مش على نفس المستوى اللي انت فيه مش كزا ما عندوش قبول يتعلم عندوش يعني فيه ناس ما بتبقاش عارفها واعرف من الشباب والله ما بتبقاش عارفينه ساعة ما بيعرفوا يلتزموا بقولك حتى لو مش هيك يعني فيه واحد كان خاطف واحدة بقول والله كانت سبب ان انا واظب على صلاة ما حصلش نصيب بني وما بينها بس ربنا يكرم هو سمع الخير بقول اول مرة كنت تسمع حديث بشر المشاقينة بالظلم بالنور التام يوم القامل هم بتوع صلاة الفجر بقولت لا انا محتاج النور ده ففيه ناس بتلتزم يعني فيه لكن مش الاغلب الاعام فانت شوفي اللي جاي ده والله الصلاة الالتزام القواعد الاساسية يعني اش ناصين القواعد الاساسية اللي خاصة بالكتاب والسنة القواعد السنة الخاصة بالعقيدة السيرة فاهد على الهل تتلاقي منه وقت الفطور عندك عيالك ذات نفسيهم اتعلمون ابوهم ايه وعندو استعداد تمام مش عندوش استعداد لا شكرا انت صحوا الكلام اللي هم بقولك غلط ما تسمعيش الكلام شكرا